أكدت الجمهورية اليمنية مواصلة الحكومة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي تطلعها وسعيها الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة على بناء الشعب اليمني من قبل الميليشيات الخوثية المسلحة والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية ودمرت أحلام وآمال اليمنيين في بناء مستقبل يحقق لهم دولة مدنية ديمقراطية حديثة تلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم ومزقت النسيج الاجتماعي اليمني وزرعت الأفكار الطائفية والأنصرية وأحدثت موجة نزوح وتهجير جماعي لليمنيين وارتكبت أساليب القمع والاعتقال والإخفاء القصري في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان كما أكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه منذوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط وفي اليمن وحرصها بتوجيهات من رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحرب العبثية والظالمة وذلك من خلال تقديم الحكومة التنازلات وبذلها كل ما في وسعها لتغليب لغة الحوار والسلام على لغة الحرب والدمار وكذا تعطيها بإيجابية مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 22-16